موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من التلفزيون المصري وحلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمري خليها سمك النهاردة ولما نقول خليها سمك النهاردة يعني سمك هس معنا جنباري النهاردة ماشو بالكاري مع الدرة الأكلات دي مشهورة بعض المطاعم دلوقتي بيحبوها الشباب يعني درة مع جنباري في كيس أو ما عندناش كيس يتعامل إزاي وإيه الكسة بتاعته وليه بيحبوها هنشوفوا التفاصيل مع بعض الجنباري لما يتشوه مع البربكوسوس أو مع الكاري هي بس زي مع طعم الدرة معنا النهاردة كمان البسارية البسارية دي من الخيرات البحر حاجة لطيفة وجميلة بتتوجد في الشتاء بالزاد هنعملها النهاردة مقلية بالطحينة وزيت الزيتون بالتأكيد لها بصمة والبسارية دي من الأكلات البسيطة السهلة اللي لها قيمة غزائية عالية جدا معنا النهاردة سمك جزل وليكن بوري بولتي أروس وقار أين كان نوع السمك السمك الجزل ده زي نعمله طاجن بالخضار هنشوف إزاي نجمع ما بين تشكيلة من الخضار كوسة وجزر والخضروات الجميلة في أيام الشتاء موجودة مع جزل أين كان نوعها من السمك ولكن في تركام الشيف المغاز هنا هنشوفها مع بعض إزاي تفاصيل كتيرة النهاردة وخليها سمك هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل بالتأكيد في معلومة غير معلومة وتفاصيل كتيرة جوه الحلقة وبتجاوب على سيرة حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعة السوشيال ميديا من خلال الحلقة أوه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل وخط سير الحلقة إيه اللي ممكن ياخد مننا وقت وإحنا بنعمل أكلة السمك النهاردة ناجينا بوري أو جزل بولتي جزل وقار هامور آآ لوت أي نوع السمك ومعنا جنباري ومعنا البساري أعتقد في التلات طبق دولت أكتر حاجة ممكن تاخد وقت اللي هو الطاجن السمك بالخضار ما يديره على الشاشة تشكيلة من الخضار من خائرات الأرضنا إذا كان كوسة ولا جزر ولا بسلة اللي موجودة عندنا ممكن بتنجان ممكن أرع عسلي معنا السمك جزل النهاردة البوري بنجيبه نقطعه إلى ثلاث قطع ومعنا طبعا توم وبصل وقليل من الزبدة والبهارات بتاعتنا البسيطة السحلة ولكن كالعادة في تركيا مع المغازي لما نعمل طاجن السمك بالخضار دايما قليل يعني لما بيجمع ما بين تشكيلة من الخضار وسمك السمك إما مقلي إما مشوي إما سنجاري إما صانية وهكذا حالو الكلام حالو الكلام أول حاجة عندي طاصة على النار طاصة دي بحط فيها شوية زيت وباخد السمك الجميل ده كده ده سمك بوري بقطعه الجزل زي الفل بتتبيله تتبيله كده طبهيرة يعني شوية شمر حلوين كده شوية فلفل مع بابريكا ممكن شوية كاري مع الخضار بيعمل مازيك حل وملح وفلفل كمون وكزبارة دي بعدي حالو الكلام؟ لأن الكمون لما بيغلع النار بيمرر شوية كده السمكة بتبهرة عندي زي الفل مش هحط لها توم توم مش هتحط يعني باخد السمك بالتدبيله دي كده بحطه في الدي بسموها أخواننا بتوع السمك نغبره في الدي ياخد تعفيرة من الدي أنا عايزك لما تعملي أكلة سمك في البيت تتحدي بها أي مطعم بتشتري منه أنا أحب السمك لما يتعمل في البيت يعني شيف المغاز شخصيا يحب يأكل السمك في البيت حلو الكلام؟ تشيل كل ده من هنا ونمسك السمك كده نتدبيله بالتدبيله الحلوة اللطيفة دي كده وما نقعدوش في الديء كتير لأن أنا مش هقليه أنا بحضره للصينية بس عايز الخضار ياخد طعم السمك إزاي؟ بالتفاصيل اللي أنا شغال بها دي كده طعصة شديدة الحرارة على النار باخدها زي ما هي كده ومحمّر دول كده حلو بالشكل ده كده اللهم صلى عندي حلوة بعد كده عندي الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده في البايريكس اللي أنا هدخله جوه الفرن وتحط في الاعتبار البايريكس ده هو اللي هتقدميه على الصفر فده يكون موجود معاك حلو السمك بعد التحميلة دي كده بنقلبه معاي بوكي جرنيه على النار كالعادة كل يوم جزر كرفس بصل في شوية مية كده حلوين نحتاج لهم في طاجن بتاعنا بشوف السمك كده أقلبه السمك كده متحضر عايزين عمليك نسبة وتناسب في تسوية السمك مع الخضار ممكن السمك ده يتهري في قلب الطاجن والخضار لسه ما استواش ممكن السمك ده يتهري في قلب الطاجن والبرغل أو الفريك ما استواش ده هتعمليه مع البرغل حلوة أو التحميلة دي ناخد السمك بعد التحميلة الحلوة دي كده بنصفيه من الزيت ونرسه هنا كده دي خطوة أولى أنا بقى بكتهت هنا وبلعب على شوية الزيت بتوع تحميل السمك دول كلهم فهم الزيت السمكة فسفور السمكة دهون السمكة الفليفر والتوابل بتاعة السمكة في قلب شوية الزيت الحلوين دول خلي بالك هعمليه دلوقتي حالاً تركيز عشان الموضوع ده عايز شوية ايه؟ التركيز فالطاصة اللي أنا هشتغل فيها بعد كده لاحقاً يعني الجنباري باخد شوية زيت من دول بس خلاص واحط دي كده يا تركيز معي بقى عشان هنا الخبرة التهوية هتقول كلامك بناخد بصلاية نعمة ونقلبها كده فاصيتهم نعمة ونقلبه كده مكعبين من الزبدة ونقلبهم كده معلقة في لفلة حلوة ونقلبها كده عينية لا 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 تكذبي ايه ونقلب كده ايه شفت شعوت المطبخ ايه هنا سر الموضوع السر في الطاصة والمغازي جاب الخلاص ايه تقلبها دي مهمة جدا ايه توابلنا هنا شوية بابريكة حلوية شوية كاري صغيرين شوية شمر نعمين دايما الشمر يحب السمك والسمك يحب الشمر نعمة غالية الشمر تدفع كاما اقولك ايه هو معلومة غير معلومة معانا قليل من المية اللي موجودة عندي او البوكي جارني يفضل بوكي جارني يا ويلي يا ويلي العب يا السمك حلوة اوه بعد التقليبة دي عمش شيفة بنزبط الملح بتاعنا بالعيار معانا الخضار بتاعنا الله مصلنا عندي خضارنا ايه عمش شيفة كوسة بزور الشبت يا شفين الشمر بزور الشبت او الكرات البزرة نفسها بتنتحن ونستخدمها في توابلنا وخاصة السمك هناخد الخضار اللي احنا حطنا دا كده تقليبة حلوة حضرنا الخضار كده اهو بالشغل دا كده ونسيبه عناية ونسيبه ياخد غلوة على النار عناية لتنين حلوة الكلام مهم جدا وانت شغالة في المطبخ مطبخك نضيف ورائع عشان السورة الحلوة تتحدث عن نفسها وكمان الاهم من ده وانت وقفة في المطبخ كل حاجة تطلع مع بعضنا انا هنا الخضار لازم ياخد غلوة قبل ما نزله على السمك لان نسبة وتناسب ما بين تسوية الكوسة مع الجزر مع البسلة اكيد طبعا هياخد وقت كبير من السوا ايه الصورة الحلوة دي اشافيه ايه الجمال دا الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الاولى والفضياء المصري الخضار دا بعد ما ااخد غلوة ويبقى اتحضر يعني تقريبا نص سوا بنزله على السمك دا واجرنش الصنية بتاعتي او الطاجن بتاعي وادخله الفرد وقدمها على السفرة بنفس الطاجن يبقى طاجن السمك اي نوع سمك جزل بقى ولكن يفضل السمك اللي هو فيه شك قلين اللي هو الحسك يعني يسموه ونقدمها على السفرة نخش على اللي بعده يابا خاناخد بعضنا ونطلح فاصل صغير ولكن قبل الفاصل الخضار بتاعنا على السمك كده بالشكل دا كده هناخده وندخله الفرد اوه اتروحوا بعيد تابعوني وبعد الفاصل للتفاصيل وبخرجنا مصمم يشوف الصنية الحلوة دي قبل ما انتخله الفرد تفاصيلها في الصنية خضار خد غلوة على النار تشكيلها من الخضار اللي انت حبها ممكن بتنجان ممكن بطاطس ممكن كوسة ممكن جزر بسلة اللي انت حبها دورها صفرة حلوة اوي ما فيش اي مشكلة كل دا مع بعضه ولكن التكنيك والطريقة العمل اللي احنا اشتغلنا بيها مع بعض خد الغلوة على النار مع الفليفر والتوابل درجة حرط الفرن عند مية وتمانين هندخل الصنية دي في الفرن تاخد وش حلوة اوي وناخد دي الخلاه هنا عشان لنا كلام كبير معها اوي حلوة اوي فاكريني شوية الزيت اللي انا كنت محمر بيهم السمك برش منه كده شوية يا والي ايه المدرسة دي ايه المدرسة دي ايه 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 واندخل دي الفرن يا عم شيف تاخد وش اللهم صلى علي هتاكل الخضار وتسيب السمك للضيوف والصورة في الفرن تسبك الحديث ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده ايه قافل يا سمسم ولا افتح يا سمسم قافل يا سمسم موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة